نقطة جوهرية اليوم المواطن العراقي يتحدث عنها العراق معتمدة على النفط ميزانيته معتمدة على النفط النفط يبيعه بالدولار النفط ارتفعت اسعاره ولكن انعكاسات ارتفاع النفط اسعار النفط اللي ارتفعت منعكست على المواطن العراقي بالعكس السوق قب نار وبالتالي المواطن يسأل لا استفادين من سعر النفط الارتفاع ولا استفادين من ارتفاع سعر الدولار والموازنة والدولة ربما خفضت بعض الضرائب وإلى آخره نعم لابد أنه نطرح نقطة مهمة حتى نبينها للمواطنين النفط ليس سلعة كأي سلعة تجارية النفط سلعة سياسية تتحكم به أجهات الدولية اليوم النفط يقارب المئة قريب من المئة لكن عندما يرتفع أكثر من مئة ستتدخل بعض القوى السياسية الدولية لخفض هذا النفط ضمن سياسة معينة حتى يبقى النفط ضمن معيار معين مرسوم إلى هذه لا بد أنه نأخذها بعين الاعتبار هذه من الناحية الناحية الثانية هناك كثير من الدول تخفض قيمة عملتها حتى تستفاد من السياحة تستفاد من كثير من المشاريع لكنهم لاحظنا أن العراق زيد في الضرائب في الرسوم في التعرفة القمرقية في مختلف المشاريع مما أدت إلى زيادة مضاعفة زيادة قيمة العملة فرق العملة زائدا نضيف إلها زيادة الضرائب والرسوم والقمارك وغيرها وما شابه وما لحقت بها نتيجة الزيادة مثلا النقل وغيرها كلما ازدادت الاقتصاد عبارة عن سلسلة واحدة تسحبت ثانية في اتجاه معين فسحبتها باتجاه زيادة وهذه نتيجة أثرت على المواطن كثيرا كلنا نرغب أنه تنخفض هذه العوامل المؤثرة بالإنتاج حتى نستطيع أنه تشتغل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها ونستطيع أنه نشغل أكبر عدد من المواطنين والمستثمرين على سبيل المثال اليوم كنت مع شركتين كانت ذا يتكلمون معايا يقول لي العام الأمانة كانت 750 ألف رسوم سنوية رسوم جباية هذه السنة انطونا وصل ب7 ملايين ونص وإحنا شركة صغيرة من نجيب هذا الشي هذا شرح يؤدي رح يؤدي إلى يقلل العمال يرفع الارتفاع بالكلف أو إضافة أسعار يعني زيادة في السعر ويؤدي إلى انكماش وتضخم في وقت واحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر